المراجعة هذه يا جماعة ما فيها أي حرق راح أتكلم كده بس من فوق أسطوح شايفين أسطوح حق الفيلم أنا فوق أسطوح كمان يعني قاعد أتكلم من فوق أسطوح أسطوح ما فيه ما في أي حرق مجرد أنا قاعد أعطيك وجهة نظري وأقول لك هل يمفع تتابعوا في سينما ولا تتابعوا في البيت Let's go ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية فيلم دون المنتظر نزل أخيرا وأصبح متاح للمشاهدة في صالات السينما وللأسف الطايف عندنا لما فتحوا السينما فتحوها بشكل تدريجي حاليا ما عندنا إلا صالات ستاندر الاي ماكس والشغلات الثانية المطورة والقولد ومن يعرفيش لسه ما فكوها عندنا ولا وصلت عندنا فشغلين عليها ومضطرين نشوف كل الأفلام الحلوة وكل الأفلام المنتظرة على شاشات الستاندر لأني بعد ما تابعت الفيلم هذا بالتحديد الفيلم هذا فيلم دون تمنيت إنه يكون في شاشات وتقنيات أفضل موجودة عندنا في الطايف ولكن للأسف ربما في المستقبل لما أنا يا جماعة فيلم أقل ما يقال عنه إنه فيلم جدا رائع وعلى قدر التطلعات بل أكثر تعرف لما أقول لك فيلم جديد أيوة فيلم جديد هذا فيلم جديد فيلم جديد مو بس جديد لأنه نزل في 2021 لا مش هذا النوع من الجدادة اللي أقصده أقصد فيلم جديد من بدايته إلى نهايته حاجة مختلفة رصة جديدة عالم مميز راح يجذبك ورح يبث في قلبك الرعب بطريقة ما وغريبة وأحداثه غير قابلة للتنبؤ يعني طول ما أنا في الفيلم الفيلم مرة طويل مدة ساعتين وشوية طول ما أنا في الفيلم جالسة حاولة فزلك ويش أقول أنا بيصير كده بيصير كده هذا شكله كده ولا شي صح ولا شي صح كل شي غلط واللي أخرج أعمال جدا رائعة ولها قيمتها في الوسط السينمائي من ناحية التقييمات ومن ناحية المراجعات مثل فيلم بلايد رنر اللي نزل سنة 2017 وفيلم أرايفل اللي نزل سنة 2016 وفيلم سيكاريو اللي نزل سنة 2015 وفيلم بريزونار اللي نزل 2013 والطاعة ياب نفس المخرج هو اللي أخرج فيلم دون حمست لهذا الفيلم بالتحديد أكثر لما عرفت إنه رح يخرج من تحت يد هذا المخرج بالذات إن جيت من ناحية التمثيل إبداع إن جيت من ناحية القصة أممي إن جيت من ناحية المؤثرات البصرية يا لهوي يا خراشي إن جيت من ناحية السيناريو والحوارات أمبي أمبي حتى من ناحية الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية يا لطيف عشان كده قاعد إيش أقول لكم تمنيت إني أشوفه في صالة غير صالة الستاندر تخير إني تابعته ستاندر وانبسطت وفليت أمها فما بالكم لو إني تابعته آيماكس والشغلات الثانية ذيك اللي فيلم راح تجد صعوبة في إنك تلقى عليه أي ملاحظات أو سلبيات وإذا لقيت صدقني راح تكون أشياء لا تذكر أبدا أي نعم صعب أي نعم في تعقيد أي نعم في كمية هائلة من المعلومات والترابط والعقد ولكن في النهاية ومن وجهة نظري أنا شفت أنه الفيلم قابل للفهم أنا في البداية قلت لا يا ولد هذا الفيلم صعب من بداية وكده معقد بس مع تقدمي في المشاهدة وطول ما أنا مركز في الفيلم بدأت توضح الصورة بشكل مستمر وبدأت انفهم عندي أحداث كثيرة وبدأت تجيني إجابات كثيرة لتساؤلات طرحتها في بداية الفيلم وما زال عندي تساؤلات هذه للجزء القادم ياب في جزء قادم بس بعدين من سوليفان الفيلم هو في الأصل رواية للكاتب الراحل فرانك هيربرت واللي سبق وتم اقتباس نفس الرواية هذه بفيلم يحمل نفس الاسم سنة 1984 وأخرجه ديفيد لينش ولكن للأسف ما اتوفق فيه من ناحية الكتابة الفيلم كان كويس بس ما هو من الأفلام اللي تشوفها أو تعريضها في السينما وتقول واو فيلم مر مرور الكرام وعدت عليها الأيام وتم نسيانه بصة الفيلم يعني أنا هو شوفه معقدة بس يعني حس انه صعب تنوصف آيم دي بي لما كتبه وصف للقصة ما معطوه حقها ولكن خليني أحاول خليني أحاول في زمن بعيد جدا عن الزمن هذا أو خلينا نقول في المستقبل البعيد جدا صارت الحياة مختلفة جدا ما بين الكواكب والنجوم عالم خيالي ممزوج ببعض السحر والشعوذة والطفرات الجينية والفلسفة الدينية والوجودية فيلم فوضى في زحمة أشياء كثيرة والتقنيات العسكرية المتقدمة جدا عوالم يحكمها إمبراطور وتحت سيادة الكثير من القبائل أو إن صح القول الفصائل البشرية اللي عندهم طفرات جينية مميزة لكل فئة أو فصيلة تبدأ قصة الفيلم بصراع حول أحد مصادر الطاقة النادرة والثمينة في هذه العوالم ومنها تبدأ أحداث الفيلم وبشكل طبيعي لابد من وجود عنصر الخير والشر تبغى تتابع الفيلم في السينما وحجز الفيلم في أفضل شاشة وفي أفضل تقنيات موجودة في السينما اللي إنت فيها أو لو تبغى تنتظر الفيلم وتتابعه مستقبلا في البيت حاول إنك تتابعه في أفضل شاشة وأفضل مكبرات صوت لأنه حرفيا يا جماعة الخير 50% من الفيلم متعته في السينما توقرافي وفي المؤثرات الصوتية والبصرية صدقا ما توقعت أني راح أستمتع في الفيلم بهذا الشكل أبدا فيلم زي ما قلت لكم صعب جدا أنك تلاقي عليه ملاحظات حرفيا يا جماعة فيلم ممتاز فيلم رهيب تمثيل ولا غلطة الحوارات ولا غلطة القصة متماسكة ومؤسسة بشكل جدا قوي هذا وأنا لسه ما بديت أسولف عن الأزياء ولا عن التمثيل يعني عن تمثيل الممثلين كل واحد لحاله أمضي 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 الفيلم إيش ذا هو الفيلم مرة حلو ولا أنا من زمان ما شفت أفلام حلوة فعشان كده مصدوم بجمال الفيلم ذا فيلم رهيب عاجة مرتبة للأمانة يا جماعة وأنصحكم إنكم تتابعوا في أقرب فرصة في أقرب فرصة لغة الفيلم كمان جدا نظيفة وتقريبا ما في أي مشاهد غير لائقة والأحلى من هذا كله إذا أنت شايل هم أنه ممكن يكون الفيلم ممن لأنه مدة طويلة لا لا تشيل هم المخرج عرف كيف يحافظ على إيقاع الفيلم يعطيك شوية أكشن شوية هدوء شوية سرد شوية بناء يرجعك على الأكشن شوية زيادة بعدين يروح يتعمق في القصة أكثر ويخليك تفهم أكثر يرجعك يعطيك شوية هدوء من جديد بعدين يخش لك في أكشن من جديد يدخل لك شوية خيال مع شوية إثارة أمامي أمامي طب بل طب بس شوف شوف يا وجيه واضح أنك بدأت تخش في مرحلة التطبيل أمسك فرامل أمسك فرامل يا وجيه أوكي ما الله باقي شوية تطبيل يا جماعة باقي شوية تطبيل بطلع بس شوية لا لا بس صدق يا جماعة بدون استهبال فيلم مصنوع بعناية وأدق للمخ ويشتحية وأرفع له القبة وأوريكم الصلعة كمان طاقم الممثلين والأسماء الكبيرة في الفيلم كلهم ما عليهم ولا غبار من تيموثي إلى ريبيكا إلى أوسكر إلى جيسون إلى خافير إلى جوش طبعا بعضكم بيقول اي وين نسيت زينديا زينديا اي شي اسم هذيك زينديا زينديا وينها وجيه زينديا ايش باقي ما قلت اسمها الله يا شو بتفهم إذا شفت الفيلم أوكي تيموثي تيموثي يا جماعة تيموثي الولد هذا سبق وقلت لكم في فيديو توم هولند الولد هذا له مستقبل الولد فعلا ممثل ممثل لا قالوا لك ممثل والله يبغلنا نسولف عنه في سلسلة القصة تصدقون الولد له مستقبل كبير جدا وزاد إيماني فيه بعد تمثيله في هذا الفيلم واختيار موفق من المخرج صراحة خلاصة الكلام فيلم رائع جديد مختلف وممتع قصة معقدة ومميزة وعالم خيالي يشبع جانب الخيال اللي عندي أنا حب الخيال أنبسط فيه هذا جاب لك شوية خيال مع رعب مع سحر مع شعوذة مع أكشن يقلع أم المزيجي اللي في الفيلم هذا فيلم خلاص والله ما عاد أطبل أكثر من كده حسيت أنه مدفوع لي فلوس والله 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 الانحين مستحي يعطيكم تقييم إلى الفيلم بتقوله ايه خلاص خلاص ترك طبلت خلاص يوجيه ترك طبلت ما فيه الكفاية أو هجود بس بقول لكم تقييم ما تبقوا تعرفوا تقييم للفيلم عشرة من عشرة يا حبيبي تستهبل بعد التطبيل ذا كله بقول لك 7.52 من عشرة زيجود لا عشرة من عشرة جدير بالذكر يا جماعة أن الفيلم مجرد بداية وتمهيد لجزء ثاني يب الفيلم معقد جدا والقصة مرة كبيرة والعالم جدا ضخم مقتبس من الرواية زي ما قلت لكم فجزء واحد ما رح يكفي رح ينزل جزء ثاني شغالين عليه حاليا وبرضو رح ينزل منه مسلسل مقتبس من نفس العالم وربما يكون تكملة لأحداثه الله أعلم إلى الآن ما في أي معلومات عن المسلسل وعن الفيلم القادمين ولكن المعروف إنهم حاليا شغالين على فيلم ومن ثم بعده مسلسل اعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو اكتبوا لي آراءكم حول الفيلم لو تابعتوه وتقييماتكم له وإيش ملاحظاتكم على هذا الفيلم إن وجدت طبعا متأكد ما في ملاحظات صح عشرة من عشرة كم معكم الوجي أشوفكم في الفيديو القادم